الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم القاسين تلك آلاة القرآن وكتاب المبين هدى ومشار الأمين الذين يلقيهم الصلاة ويمتون الزكاة وهم بالآخرة يوقنون إن الذين لا يؤمنون في آخرة سيئنا له أعمالهم فهم يعملون أولاك الذين لهم سوء العذاب وهم في آخرة يقول أصدرون وإننا نتلقى القرآن منهم حقيقي العليم إغفال موسى لأهلهم إني آل سرارا سآذيكم منها بغضر نواديكم بشهاب قبس لعلهم تصدرون فلما جاء أهاكو بيعمقوه كمر جنال ومن حولها وسبها للطاع رب العالمين يا موسى إنه أن الله العزيز الحقيق وعن بعصاك فلما لا تهدز فأنها جاء ولا قد بله ولم يعقبه يا موسى لا تخف إني لا يقار لدي المصرون إلا من ضربتهم مبدل حسناً بعد سوء إنتمني رفور رحيم وأرجل يدك في جيبك نرد بيضاء من غيسون في إسف آيان لله فرعون وقومه إنهم كانوا قوماً تاسدين فلما جاء أكوها يا موسى فلقالوها هذا سكن مبين وجهلوا بها واستيبن كانوا فسنقناً وروا فانظر كي تكان راقب في المرسدين ورقباً إلا داود واسليماناً للمه وقال الحمد لله وقال الحمد لله من فضل لا ألا تسير من عباده المبين ومرزت بينا داود وقال يا أيها الناس من ناماً فالطير وموطينا فيه كل شيء إن هذا هو الفضل المبين وهجل لسليمانا جهده من الجن والإنسل وطير فهم ينزعون حتى إذا أترعى أواده النبل قال النملكي يا أيها الناس من المساعد لهم لا يخبر منهم سليمان وردوه وهم لا يشعرون فتبس مضاعكاً من قول يا رب وقال رب أنزرني فنشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى رابدي بعد أعمل صالحاً برضاً وحتجرني برحمتك في عبادة الصالحين ونفقدت غير فقال هذا لا أردو جهد أم كان من الضالبين لو عكبنه عذاباً شيداً أو لا أتبعنه أوليات يمني أوليات يمني بسلطان مبين فبقت غير بعيد فقال أحب بما لم تحق به وجدك من سبب بلبدي يقين إني وجدت أمركاً تملكهم ووتيت من كل شيء ولها أرش العظيم وجدها وطومها يسجدون للشمس من دون الله وزيّل لهم الشيطان وأحبالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبه في السماوات والأرض ويعلم ما يخون وما يحلمون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر قالت يا أجوى الملعون يرقي إلي بداه الكريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تحب علي وانوني مسلمين قالت يا أجوى الملعون تروني في أبي ما كنت بعد عطن عم حتى أشهدون قالوا نحن ملوك وكم بأس شديد ورم إليك فانظر ماذا تأمرين ولكن الملوك إذا دخلوا قرية نفسه واجعلوا أعزبا لها أكيلة وكذلك يفعلون وإني مرسلت إليهم بهدية فراغرة بما يرجع المصلون فلما جاء سليمان قال لكم الدوني ببالي فما فما آتني الله خليم مما آتاكم بل أنتم بهديةكم تفرحون ارجع لهم فللا في أنهم بجلود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها فإلا تهوهم صاطرون قال يا ألوى الملوك ياتيني بعرشها قبل أن ياتني مسلمين قال اتريكم من الجن أنا آتيت به قبل أن يرتب من مقامك وإني عليه لقوي نبيل قال النبيل عنده من الكتاب أن آتيت به قبل أن يرد إليك طرفه فلما آه مستقرا عنده قال آنا من خض ربي ليبنوا ليها أشكره مغرور ومن شكر فإن ما يشكر من أكسه ومن كبر فإن ربي غني الكريم قال نترنا عرشها نمو وتهددين أن تقول إلى الذين لا يهددون فلما جاءت قيلها كذا عرشه قالت لأنه وكوطينا الهلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعتمد من نجوم الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لها أدخل الصرح فلما ربك حسبت مجده ومشفت عن ساطيها قال إنه صر ممرة من القوارير وآلت ربي إني ضربت نفسي وأسلمت مع سلينا وإلا رب العالمين ولكب أرسلنا للا تكون لفاهم صالحا نرد الله إلىهم طريقا ليختصون قال يا قومي ما تستعجلون للسيئة قبل الحسنة لولا تستغفروا من الله أبدا لكم ترحمون قالوا طيرنا لك وكم معك قال طافركم عند الله بل أنتم قوم تبتلون وكان في المدينة تسعق رهد يرسدون في الأرض ولا يسعقون قالوا تقاسكوا بالله لو بيتا له وأهله ثم ربولنا لوجهه ما شهدنا أهلك أهله وإن كان صارقون مكرم مكرم ومكرنا مكرم وهو لا يشعرون أنظر خلقا لعاقبة بكرهم إنا لما رأى وقومه أكنا فيه فتلك ميوتهم قاوية بذراء إنا في ذلك لا يتبقوا منه يعلمون وأنجل الذين آمنوا وكانوا يتقون ونطلطا لقومه أناكم الباحشة وأنتم تبصرون أإنكم لتكون رجال شكوة من دون انتساء بل أنتم قوم تشعرون فما كان شواب قومه إلا أن أقادوا أخرجوهم من طيبهم إنهم ناس يتطهرون فأنجلنا أبادهم إلا وراءة مقدرناها من الغابرين وأطرنا عليهم مطار فسلا أبطرهم ذرين